إذن حتى في عموم أوروبا أعياد الميلاد أو عيد الميلاد لن يكون كسابقاته مع شبح الإضرابات المتواصلة وأزمة الطاقة التي باتت المشكلة الرئيسية الذي يقرق المسؤولين في البلاد في بريطانيا الإضرابات تتصعد وطيرتها بسبب تراجع المستوى المعيشي وانخفاض الأجور وتدهور القدرة الشرائية والارتفاع الشديد في أسعار الغذاء والطاقة وفق صحيفة غارديون الإضرابات خلفت وراءها قلقا حقيقيا بنسبة للمسؤولين البريطانيين أما في فرنسا وألمانيا أزمة الطاقة تشتد قبيل احتفالات عيد الميلاد حيث تمت دعوة المواطنين للتقليل من مراسيم الاحتفالات بأعياد الميلاد وضرورة ترشيد استغلال الطاقة خصوصا وأن بعض المدن الفرنسية بدأت تسجل بعض الانقطاعات في شبكة الكهرباء كما أن بلجيكا هي الأخرى تشهد موجة من الاحتجاجات بسبب التدابير الأخيرة التي دعت إليها الحكومة بخصوص ترشيد استهلاك الطاقة بالتزامن مع عياد الميلاد ورأس السنة